صحت الحكومة في بغداد ذات ليلة على كوابيس الفشل السياسي والاقتصاد المتدهور والفساد والتخلف الذي يحيط بها من كل جانب لتتذكر أن العراق لم يجري أي إحصاء منذ أكثر من ثلاثة عقود وليكون إعلان رئيس الوزراء عدل عبد المهدي تمسكه بإجراء التعداد مع بداية عام 2020 عنوانا لأزمة سياسية منتظرة ورغم الضرورة الملحة لإجراء مثل هذا التعداد لعدة أسباب على رأسها أولويات التنمية البشرية في عراق أنهكته تبعات الغزو الأمريكي وما تلاها من حروب وأزمات إلا أن الخلافة بين بغداد وأربيل قد يجد نفسه مرة أخرى حائلا دون تنظيم الإحصاء أو أقله سببا في مشكلة جديدة قد تصل إلى حد عدم الاعتراف بنتائجه وزارتا التخطيط في كل من بغداد وأربيل كانت قد اتفقتا على تحديد العام المقبل موعدا لإجراء إحصاء سكاني يشمل جميع مناطق العراق الذي لم يعرف إحصاء شاملا منذ عام 1987 وظلت قضية إدراج القومية مشكلة أساسية في عدم تسهيل إجراء التعداد وذلك للمنح السياسي لهذه الخطوة وتحديدا في ظل الصراع القائم بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور أو ما تسمى المناطق المتنازع عليها لأسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أعاد الحياة لتلك المادة المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي كشف أن تعداد 2020 لن يتضمن سؤالا عن المذهب أو الطائفة وهو أمر يحمل أوجها فهو من جهة يختلف مع مطالبات عدد من الأحزاب التي أرادت إدراج الخان لدوافع طائفية لكنه في الوقت نفسه يسمح بترسيخ عمليات التغيير الديمغرافي التي تعرضت لها عدد من مناطق العراق لا سيما تلك التي كانت مسرحا للمعارك مع تنظيم الدولة وصارت اليوم مرتعا لميليشيات الحجد وأجندتها الإيرانية المعلنة الأخطر فيما كشفه الهنداوي هو أن التعداد سيجري دون إشراف أممي وهو ما يضع المخاوف من عمليات التزوير والتحريف محمل الجد ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لسلطة تفتقر لأدنى درجات المصداقية والتوازن وتلاحقها تهم الفساد والتزوير والانحياز أن تشرف على تعداد سكاني شفاف تسبقه حتى قبل أن يبدأ اتهامات التلاعب بالأرقام وتحريفها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك